اشتركوا في القناة الايسر نصير المزلاوي لفحص جديد بالرنين المغناطيسي اظهر عدم تعافيه من الاصابة وبالتالي قد يكون غيابه رسميا عن موقعة بلجيكا كما ان مشاركته في مباراة كندا يوم الخميس المقبل ستكون غير مؤكدة هذا ولم يصدر بعد اي تصريح رسمي لطبيب المنتخب الدكتور هيفتي حيتمير منتظر ان ينشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توضيحا في هذا الشأن مساء اليوم الجمعة هذا وسيدخل لاعب الوداد عطية الله المباراة القادمة كاساسي حيث سيكون في مهمة جد صعبة بفعل توفر المنتخب البلجيكي على اجنحة تتميز بسرعة كبيرة اشتركوا في القناة